جديد أن أعطيك أن أعطيك أن أعطيك للمنطقة بالفعل لذلك، فالأخذت النساء بعد خسارة حزبه وقام اليمين المتطرف بالانتخابات الأوروبية فضل ماكرون حال مجلس النواب الفرنسي بحجة أن فرنسا بحاجة لأغلبية واضحة علماً أن نتائج الانتخابات ليس مضمونة لصالحه كان بيقدر يأخذ خيارات تانية منها أنه لا يعمل شيء أو يعمل تحالفات جديدة بوجه المتطرفين لذلك، أعتقد أن هناك مختلفات مختلفة هناك مختلفة 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 هناك مختلفة 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 لماذا أرى ماكرون حل المجلس؟ أحاول ماكرون إعادة تأكيد شرعية الرئاسة بعد نتائج الانتخابية الأخيرة لترميم شرعيته، عميراه المكرون على الخوف من اليمين المتطرف لا يعيد تقديم حاله كبديل عن لوبا بكلام أوضح، بدل ما يحكم مع معارضة مضطرفة صارت هي الحزب الأقوى أو معارضة أخرى يسارية عم تصير أقوى ألا بالطاولة يحافظ على حكمه هلنا نحن نحن في هذا الوقت عندما يجب أن وجد شرعية الرئاسة وينجب أن يطلب مختلفة 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 بحال مجلس النواب عمير مكرون لأنه يمكن أن يقدم الإغلبية بالمجلس لليامين المتطرف اللي بيتحول بهالحالي للمرشح الأول لتشكيل الحكومة بزول تفتوت الكوة الأخرى وهيك تدخول فرنسا بمرحلة التعاوش بين حزب مكرون وحزب لبا اللي بتحول للمرشح الأساسي للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة هذه الأنساسية هي أقوى وضعها لكنها أقوى من أقوى من أقوى من أقوى